التعليم عن البعد لا ينفع مع الأطفال طبعاً هو مطبق في الجامعات حسب ما احنا درسنا وكانت عندنا في مواد ندرسها عن التعليم عن البعد في الكويت ما ينفع للأطفال هذا طفل أنا ما أقدر أخليه يجلس على الكرسي في المدرسة كوني أنا معلم ربع ساعة نص ساعة بالكثير يبدي يبدي يتحرك فشون بخليه يقعد في كمبيوتر وفي بيتهم شون أنا ببلزمه أنه يقعد ويقابل الكمبيوتر ويأخذ منه معلومة ففي الكويت بوجهة نظري لا ينفع مع الأطفال نهائياً لمصلحة الكويت ومصلحة أبناءنا الطلبة نوقف الدراسة إلى أن يستقر الأمر ونشوفها نبدأ في بداية السنة وإحنا عندنا في قانون في وزارة التربية في المشاكل والأمور التي تحصل هذه عندنا أمر نقدر ندمج السنتين وفيه طبعاً آلية معينة لوزارة التربية تقوم في الدمج هذا ما في ظلم هو هو راح يأخذ المواد هذه فيه 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 المواد والدراسة فيه فيه والاختبارات فيه فيه هو فقط راح يقللون نسبة المناهج وراح يختبروا وراح يكون وضع طبيعي والمناجه الماخذها الكويت الجاي يجع يأخذها الكويت القادم المنهج فيه والدراسة فيه ولا فيها أي مصلحة لا للمعلم ولا للطالب هو فقط مصلحة الكويت أول وتالي وصحتهم عشان هذول أطفال ترجمة نانسي قنقر